لأنها مكلفة لحماية هذه الأرض الطاهرة البحرية الملكية السعودية تقوي نفسها بأقوى الأسلحة والسفن والكروفيتات البحرية فمن أجل أن تنجح في شؤون عمليتها العسكرية البحرية والمكلفة بتأمين الحدود البحرية ومراقبة حركة السفن وحماية المصالح والمنشآت الاقتصادية في عرض البحر وتطهير كافة الممرات المؤدية من وإلى الموانئ وعلى امتداد سواحل المملكة وحتى بعض مياه دول الخليج العربية المملكة العربية السعودية استقبلت سفينة جلالة الملك عنيزة والتي عومت بإسبانيا بالأمس فبرعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيل احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمرسم تعوين السفينة الخامسة والأخيرة لمشروع السلوات من نوع كورفيت آفانتي 2200 والتي أطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك عنيزة وذلك ضمن مرسم التعوين في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادش بإسبانيا هذه السفن التي ستقوّل الجيش السعودي وخصوصا البحرية الملكية السعودية أوضح قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيل أن مشروع سفن السلوات ومشروع السلوات تتميز بكونها تمتلك وحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة والسطحية وحتى تحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية مشيرا إلى أن مشروع السلوات سيصهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة بحيث تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيا مما يجعل هذه المنظومات مستدامة لعشرات السنين وليس هذا فقط فقد أكد مدير إدارة المشاريع بالقوة البحرية اللواء البحرية الروكن صالح بن علي الخذعمي بأنه سيجري دمج نظام إدارة المعركة البحرية حزم والأنظمة القتالية الأخرى لسفن جلالة الملك جازان وعنيزة في المملكة العربية السعودية كمرحلة من مراحل التوطين ونقل التقنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص توطين الصناعات العسكرية مما يصهم في استدامة المنظومات البحرية مضيفا أن السفينة الأولى من سفن المشروع سيتم الآن إجراء التجارب البحرية واختبارات القبول لها ويتلقى تاقمها من منصوب القوات البحرية الملكية السعودية حاليا في مملكة إسبانيا التدريب النظرية والعملية اللازمة لتجهيز السفينة للإبحار إلى المملكة لتنضم لأسطول القوات البحرية الملكية السعودية المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد من جانبه عربا وهو الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعة العسكرية سامي عن فخره واعتزازه من نجاحات التي حققتها الشركة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نافانتيا الإسبانية والتي تم تتويجها باستلام سفينة جلالة الملكة عنيزة وهي الخامسة والأخيرة ضمن مشروع السلوات لبناء خمس سفن من نوع كورفيت أفانتيا الفين ومئة ثين والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات والتي نفخر بها مثل تأسيس مشروع سامي نافانتيا المشترك بالإضافة إلى إطلاق نظام حزم وهو أول نظام لإدارة العمليات البحرية سعودي مئة في المئة تم تطويره من خلال نقل التقنية من شركة نافانتيا وإطلاق برنامج التدريب على رأس العمل والذي شارك فيه واحد وعيشون مهندسا ومهندسة سعودية وختم بالقول أن الإنجاز الناجح للمشروع يشكل قفزة نوعية في مساعي شركتنا الهادفة إلى تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية في مجال أنظمة التقنية البحرية وتطوير المنظومة الدفاع السعودية ومن ثم دعم جهود المملكة لتوطين ما يربع عن 50% من الإنفاق العسكري تمشيا مع رؤية المملكة 2030